من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة كم أصاب من ابتلاه وهو من نسل عريقة مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح همة صبر وقوة قد راحت من نبوة إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس هكذا شأن الفوارس السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وأهلا وسهلا بحضراتكم وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك ومولاه أيها الأحبة ما زال حديثنا موصولا حول الباحث عن الحق الساعي إلى الحقيقة ملبي نداء الإيمان والفطرة إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه والحديث عن سلمان حديث من الأهمية بمكان فسلمان الفارسي قدوة للتائهين قدوة للحائرين قدوة لمن صاروا خلف الشبهات من شبهات الشياطين والأفاكين والكذابين فسلمان وسيرة سلمان تقيم الحجة علينا جميعا في البحث عن الحق وفي السير خلف الحق وفي التمسك بالحق وأن يضحي الإنسان بكل ما يملك في سبيل الوصول إلى الحق هكذا فعل سلمان رضي الله عنه وهكذا ضحى سلمان رضي الله عنه مرت حياته ومرت رحلته بعدة أطوار في غاية الألم ولا حول ولا قوة إلا بالله توقفنا عند أصعب مرحلة مر بها سلمان رضي الله عنه يوم أن خانه العرب الذين خرج معهم من أرض عامورية في تركيا قاصدا بلاد العرب ليلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعوه لرجل يهودي وقبضوا ثمنه وتركوه ورحلوا يا له من عمل إجرامي بمعنى الكلمة أن يبيعوا حرا وأن يأكلوا ثمنه وإنا لله وإنا إليه راجعون وأنا أقول وكان هذا عين الخير لسلمان الفارسي ماذا تقول عين الخير لسلمان الفارسي هل يكون الابتلاء بالرق والعبودية هل يكون سلب الحرية خيرا والله يعلم وأنتم لا تعلمون أيها الأحبة الكرام سلمان الفارسي تجمعت في حياته عدة ابتلاءات منها يوم أن سلب الحرية وابتلي بالرق والعبودية وأنا أقول هو عين الخير لسلمان ما جرى له في البداية أقول من أصول الإيمان عند أهل الإسلام الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وأنا أقول ليس في قضاء الله شر وليس في قدر الله شر كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول والخير كله بين يديك يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول ذلك في افتتاح الصلاة والخير كله بين يديك والشر ليس إليك ليس في قضاء الله شر ليس في القدر شر بل في المقدور يكون الشر وما الفرق بينهما فرق كبير الله رب العالمين يقدر الشر أحيانا كونا لما يترتب عليه من الخير بعد ذلك اسمعوا هذا جيدا ربما ترى هذا القدر فيه شر نعم ترى ذلك بعينك لكن ما قدر الله ذلك الشر عليك إلا لما يترتب عليه من أنواع الخير ومن أنواع الرحمة ومن أنواع اللطف بك لذا تعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حال أهل الإيمان ومن عقيدة أهل الإيمان في الصراء والضراء وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالعبد المؤمن يسير إلى ربه بين الشكر والصبر بين أن يحمد الله رب العالمين وبين أن يرضى عن قضاء الله وقدره هكذا أيها الأحبة ينبغي أن يعامل الواحد منا أقدار الله سبحانه وتعالى إذا وقع عليك أي ظلم أو أي بلاء أو أي مصيبة نسأل الله أن يعافينا فإياك ثم إياك أن تسيء الظن بربك واعلم أن الله ما قدر ذلك إلا بحكمته لما يترتب عليه من الخير لذا قال سبحانه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وهذه الآيات نزلت في أصعب أوقات رسول الله على الإطلاق في حادثة الإفك يتكلم الناس في أمنا عائشة وربنا يقول بل هو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لذا أقول والله لو كشفت حجب الغيب أمام الواحد منا ما اختار إلا ما اختاره الله له اسمعوها جيدا لو كشفت حجب الغيب وهذه رسالة إلى كل من يتسخط على قضاء الله وقدره إلى كل من يتأفف إلى كل من يتأفف من أي بلاء أو من أي محنة لو كشفت حجب الغيب ما اخترت إلا ما اختاره الله لك سبحانه وتعالى اعطيك الآن أمثلة على ما أقول سلمان الفارسي ابتلي بالرق وهو عين الخير له نعم وهو عين الخير له سأبين لك أين الخير في هذا انظر معي إلى نبي الله يوسف عليه السلام لولا أن الله تبارك وتعالى قدر عليه السجن وكلنا يعلم فتنة السجن نسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يحفظنا من هذه الفتنة لولا أن الله قدر عليه السجن ما صار يوسف عزيز مصر انتبه إلى هذا جيدا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لولا أن الله قدر عليه وأمره أن يذبح ولده ما صار إبراهيم خليل الرحمن في قصة موسى والخضر هل رأيتم عاقلا يخرق سفينة في عرض البحار وبين المحيطات والأمواج يخرق سفينة ويحطم سفينة ويكسر سفينة وكان هذا هو عين الخير لأصحابها وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها لماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة نعم كان هذا الملك إذا رأى سفينة سليمة يأخذها من أصحابه أو من أصحابها دون أدنى مقابل فأراده أن يعيبها لأنه كان إذا رأى في السفينة عيب يعرض عنها وعلى هذا ينبغي أن يعامل المؤمن أقدار الله رب العالمين إذا وقع في بلاء أو في محنة لابد أن يعلم أن هذا هو عين الخير له لكن شريطة أن يرضى وأن يصبر على ما قدره الله رب العالمين وأن يعامل هذا البلاء بالصبر والرضا وبالدعاء أن يرفع الله عنه البلاء لأن البلاء يأتي إلى العبد إما ليحط عنه من سيئاته وإما ليرفع عنه وإما ليرفعه في درجاته سلمان الفارسي خانه العرب وباعوه وقبضوا ثمنه وأكلوا ماله وابتلي بالرق والعبودية وسبحان الله العظيم أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر وكان هذا الرق عند اليهودي سببا أن يحمل سلمان رضي الله عنه بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيتم إلى حجم الخير الذي كان فيه سلمان ابتلي بالرق ولكن كان هذا هو عين الخير له أن قدر الله ذلك كونا ليقرب بعد ذلك وليقترب بعد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا ينبغي أن يعامل المؤمن أقدار الله رب العالمين سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الشر ليس له سبحانه وتعالى وبأنه يقدر وبأن كل أقداره خير للعبد المؤمن لكن بشرط أن يحسن الظن في ربه وأن يرضى عن قضاء الله وقدره وأن يسأل الله أن يرفع عنه هذا البلاء وهذا ما حل به هنا أيها الأحبة وصل سلمان وصل سلمان إلى المدينة فما الذي جرى وكيف تم اللقاء بينه وبين حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم هذا ما نبينه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والمقاء شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة كم أصاب من ابتلا وهو من نسل عريقة مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح همت صبر وقوة قد رأى ختم النبوة إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس هكذا شأن الفوارس ترجمة نانسي قنقر